زي ما حضرتك شايف دي النتيجة اللي انت هتوصل لها ان شاء الله في نهاية الفيديو لو حضرتك نفست الخطوات اللي احنا هنعملها استهلاك الرام اقل من اثنين جيجا يعني واحد جيجا وتمينية من عشرة لو رحنا بصينا على المعالج واستهلاكه زي ما حضرتك شايف كده ما بين الستة والسبعة في المية طبعا استهلاك ضعيف جدا مع العلم ان انا مثبت نسخة ويندوز حداشر خمسة وعشرين اتش تو احدث اصدار موجود على موقع شركة اه ميكروسوفت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج قال حضرتكم تتعرف ان في حيلة بسيطة داخل ادادات تسبيت ويندوز حداشر خمسة وعشرين اتش تو تقدر تخليك تحصل على نظام نظيف بالكامل بدون اي تطبيقات مزعجة ولا اعلانات ولا برامج تضغط على الرام والمعالج اليوم بازن الله هشرح لك الخطوة السرية اللي بيستخدمها المحترفون فقط لو حضرتك حابب تعرف ازاي تخلي الويندوز بتاعك سريع خفيف بدون اي تطبيقات بلوت وير نهائيا تابع معي الفيديو لنهاية الخطوة الاولانية اللي هتعملها تفتح المتصفح بتاعك وتكتب ويندوز حداشر وبعدها تختار اول خيار هو ده طبعا موقع شركة ميكروسوفت تبدأ تنزل تحت وتعمل تحديد لتنزيل نسخة ويندوز حداشر احدث اصدار موجود اللي هو خمسة وعشرين اتش تو تبدأ تحدد اللغة اللي انت حاببت تحمل بها اختار انا اللغة العربية اضغط على تأكيد هنتظر لما يتم التحقق من صحيح للطلب تبدأ تضغط على تنزيل اربعة وستين بت تبدأ تظهر معك النسخة تضغط على تحميل انا انتظر لحين الانتهاء من تحميل النسخة بعد تحميل النسخة نحطها على سطح المكتب ونكون مجهزين برنامج ريفوز نفس الوقت هكون حاطة فلاشة في قلب جهاز الكمبيوتر الخاص بك نبدأ بنفتح برنامج ريفوز زي ما حدرك شايف كده ارى الفلاشة بتاحتك نبدأ نختار نحدد مكان النسخة انا حاططها على سطح المكتب حددها هبدأ احدد انا الهارد بتاعي التقسيم بتاعه جي بي تي ولا ام بي ار طبعا انا جي بي تي هبدأ اضغط على بيت طبعا هنقوم بازالة متطلبات السيكر بوت والتي بي ام وبعد كده نختار ليا ازالة حساب آآ ميكروسوفت ونعطل التشفير التلقائي بيت لوكر نضغط على اوكي طبعا هو بينبهك ان هو يتم مسح كل الاشياء اللي موجودة على الفلاشة طبعا آآ الجزء ده انا مسرعه عملية طبعا حرق النسخة على الفلاشة ما بتخدش وقت كبير حوالي مثلا خمس دقايق لكن انا صرحت الجزء ده عشان اوريه لحضرتك آآ وتبقى شوفت كل الخطوات بالتفاصيل انا انتظر طبعا لحين الانتهاء من نسخ الويندوز على الفلاشة وانتابع باقي خطوات الفيديو كده انتهينا من حرق النسخة هبدأ اضغط على اغلاق الخطوة اللي بعد كده تبدأ تعمل آآ رستارت لجهاز كوميوتر الخاص بيك وتدخل على اعدادات البوت بتحتك عشان تدخل على الفلاشة ونبدأ ندخل على طول على اعدادات اللغة اللي هي تنصيق العملة والوقت وهنا اهم خطوة في الفيديو الخاص بينا لو كان عندك آآ كتابة باللغة الانجليزية هتختار انجليش وورلد ولو كان عندك النسخة باللغة العربية هتختار الانجليزية العالم دي اهم خطوة انت بتجبر الاستوانا ان هي ما استبتلكش آآ التطبيقات بتاع بولو توير والاعلانات اللي بتفرضها علي شركة ميكروس افتزام حراك شايف كده هتبدأ تختار اللي هي لغة المفاتيح اللي هي الولايات المتحدة وبعد كده هنبدأ نضغط على التالي وبعد كده نبدأ نوافق على حسر كل شيء وبعد كده نبدأ نضغط على التالي اقول له طبعا انا مش عندي المفتاح بتاع المنتج هبدأ اختار نوع النسخة طبعا افضل حاجة ويندوز 11 برو هضغط على التالي هيتم تجهيز الاشياء هيتخطط طبعا شروط شركة ميكروسوفت هبدأ اقول قبول هيدخلني على طول على الهارد ديسك هبدأ احدد وعمل انشاء قسم جديد وبعد كده اضغط على تطبيق واضغط على التالي وهندخل على طول على تثبيت النسخة طبعا الجزء ده من الفيديو برضو انا مصرعه عشان اوري لحضرتك كل الخطوات بالتفاصيل الموضوع مش هيستورق معك مسلا حوالي تلك ساعة ويمكن اقل حسب سرعة جهاز كمبيوتر الخاص بك انا طبعا حبيت ان انا وريلك الشرح كامل بالتفاصيل عشان ما يحصلش مع حضرتك اي اخطاء وانت بتثبت النسخة طبعا الاعداد اللي انا وريته لحضرتك فيه اختيار اللغة ده مهم جدا جدا لازم تختار انجليزية العالم او لو كان باللغة الانجليزية تختار انجليش وورلد ده بيكبر النسخة ان هي ما تثبت لكش اي تطبيقات بلوتوير او اي تطبيقات فيها اعلانات او تحديد للمواقع او تطبيقات اه شركة ميكروسوفت بتتجسس بيها عليك هو طبعا هنا بيقول لك هيتم عادة تشغيل جهاز الكمبيوتر انا انتظر طبعا لحين اه التثبيت ما ينتهي زي ما حضرتك شايف كده لحظات بسيطة تابع معايا الفيديو طبعا اثناء هذا الموضوع الجهاز الكمبيوتر الخاص بيك بيعمل عمليات اكتر من مرة ايواصل التقدم هو بيقول لك لحظة واحدة وهيبدأ يدخلك على اعدادات اللي هو المستخدم هو هنا بيقول لك حدث خطأ ما مفيش اي مشكلة خالص حضرتك هتضغط على تخطي مفيش اي مشكلة خالص هنبدأ نختار تخطي وهنتابع اه عملية تثبيت النسخة مفيش اي مشكلة حضرك ما تقلقش هتختار خيار تخطي وهتضغط عليه زي ما حرك شايف كده اختار العربية 101 هقول نعم هقول له لا تخطي مش عايز لوحة مفاتيح اضافية طبعا هيدخلك على اعدادات الانترنت الافضل ان انت تكون فاصل الانترنت في الوقت ده عن الجهاز هتبدأ تقول ان انا ما عنديش اتصال بالانترنت وتواصل تثبيت النسخة هتبدأ تكتب اسمك انا هسمي الجهاز باسم مصطفى طبعا ده اسم المستخدم للجهاز بعد كتابة الاسم هتضغط على التالي اه مش هبفضل ان انا اعمل كلمة مرور لحظات بسيطة وهيفتح معاك الجهاز على سطح المكتب تابع معايا الفيديو زي ما حضرك شايف كده احنا وصلنا لسطح المكتب الخاص بالكمبيوتر لو دغطت على قائمة ابدأ هتلاقي ان قائمة ابدأ مفيش فيها اي تطبيقات من تطبيقات البلوتوير اللي بتفرضها علي شركة ميكروسوفت لو دخلت على اللي هي التطبيقات اللي موجودة هتلاقي فقط بس التطبيقات الاساسية اللي انت ممكن تستخدمها وعندك متجر ميكروسوفت موجود لو حابب تثبت اي تطبيق انت بتفضله لو حبينا نتأكد من اصدار النسخة نضغط على مفتاح الويندوز مع الار هيبدأ يظهر معاك الرن هتبدأ تكتب دابليو اي ان بي اي ار تضغط على موافق هتبدأ تظهر معاك النسخة اللي احنا سبتناها على جهاز الكمبيوتر زي ما حرك شايف كده نسخة ويندوز 11 25 احدث اصدار موجود على موقع ميكروسوفت لو حبينا نتأكد بقى اللغة اللي موجودة على الويندوز بتدعم اللغة العربية واللغة الانجليزية ولا لأ هبدأ افتح مستند نصي واجرب اكتب زي ما حرك شايف كده بتدعم اللغتين العربية والانجليزية طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة هيكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة وتكتب لينا رأيك في الطريقة اللي استخدمناها وهل في اي مشاكل ابيتك فيها ولا لا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته